البعض يعني يشعر وكأنه وفيه ناس بتقول كده هو ربنا مش قابل تبطي أنا إحساسي أنه ربنا مش قابل تبطي حشا حشا كريم سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى يا حبيب قلبي وروح يا من يعني يخطر في قلبك وفي عقلك هذا الكلام الله في القرآن الكريم قال ثم تاب عليهم ليتوبوا لم يسخر لك هذا اللسان وتلهج بالدعوة أنك يا رب اغفر لي استغفر الله إلا وهو قد غفر لك أصلا قبل أن تتكلم من الأشياء الجميلة دايما بنسمعها حد كان كده من الصالحين راح لعرفات ويوم المغفرة في حد ما لا يغفر له يوم عرفة كل الناس يغفر لها يوم عرفة فلما وقف على عرفة فقال يا ربي هذه حجة عني وحجة عن أمي وحجة عن أبي حجة حجات كثيرة جدا والباقي قرابة عشر حجات هذه لمن لم تقبل حجهم ومغفرتهم توبتهم يعني في عرفات فسمع هاتفا أو مناديا يناديه من بشر من خلق الله سبحانه وتعالى يا هذا اعلم أن الله سبحانه وتعالى قد غفر لأهل عرفة قبل أن يخلق عرفة بألفي عام فما تفتكرش أنك أنت قلت استغفر الله دي من عندك من بنيات أفكارك من اجتهاد والله أنا خدت كده كبايت أهوة فدماغي صح صح فعلى طول استغفرت الله سبحانه وتعالى الحقيقة في ذلك لا أنه هو تاب عليك لتتوب ثم تاب عليهم ليتوب وهذه من أبواب الرحمة وباب التوبة عند الله سبحانه وتعالى فمجرد أن أنا لجأت إلى التوبة لازم أبقى موقع أنه هو أصلا ربنا تاب علي أبوه دعوة جات لك دعوة ما الذي أحيانا يعني يتصور العبد أنه التوبة صعبة يعني صعبة وأنه شروط التوبة صعبة وأنه أنا عشان أتوب توبة صحيحة وربنا يقبل هذه التوبة فيه شروط وممكن يكون العبد نفسه عنده إحساس أنه شروطه دي مش مكتملة حبيب روحي دايماً لما بنسمع في الخطاب الديني ونجدد الخطاب الديني نجد أن عندنا هذا الإشكال أنه جعلنا لها شروطاً وجعلنا لها مقاييس وجعلنا لها أحكام كثيرة جداً فسببت لنا بعد وسببت لنا إشكالية وسببت لنا مسافة وسببت لنا مساحة وسببت لي أنه أنا دخل بملف كبير جداً وأوراقه كثيرة جداً وأنا أدى كله على ذنب ده أنا مستلث بهذا الذنب عشان أتوب بتقول لي أعمل وعمل وعمل ده كثير أوي علي الحقيقة لا هي بس وقفة هي ممكن تكون برها ممكن تكون أقل من ثانية ممكن تكون نظرة يقولون في الصلحة محتاجة يعني لمحة الصلح بينك وبين الله لمحة ممكن تكون حاجة أقل مما تتخيل من أجزاء من الثانية تكون الصلح بينك وبين الله سبحانه وتعالى لكن إبليس عادة يأتي إليك ويقول لك أوه أنت تتوب لا أنت لازم تكونل التوبة نصوح ولازم تكون توبة صادقة وتقلع على الذنب وتندم دائماً وتبكي دائماً وتبتعد طب أول حضرتك على الحاجات الصعبة في التوبة اللي بسمعها يعني من البعض أنه أنت لازم تكون بتكره الزم طب لو أنا مش بكره الزم يعني أنا بكره أن أنا بعمل معصية صحيح لكن هو الزم ده أنا مش بكرهه يعني مش بكره فعله حلو جميل أستلده به لو لم أستلده به ما فعلته أنا بكرهه لأنه بيغضب ربنا صحيح لكن كفعل أنا مش بكره يعني شهوة بالنسبة لي فإذا أنا مش التوبة مش هتبقى مقبولة لا سيدي أولا قبول التوبة عند الله سبحانه وتعالى